ضمن فعاليات حملت 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي نظم مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت ووزارة شؤون المرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورشة عمل استمرت لمدة يومين لتعزيز معارفة الإعلاميين بالخدمات المتاحة للنساء الناجيات من العنف وإشكاليات العنف القائم على النوع الاجتماعي في التغطية الإعلامية نحاول أن نضوي على أغلب النقاط اللي فيها إشكالية المرتبطة بالمصطلحات اللي بيستخدموها الصحفيين وقت بيكتبوا عن هاي الأضايا الحساسة المرتبطة بنقص المعلومات من قطاع العدالة تحديداً واللي أحياناً بيؤدي إلى التأويل الكبير حول أضايا العنف ضد النساء وحضر ورشة العمل جميع جهة الاختصاص من إعلاميين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي كما حضر الورشة مجموعة من العاملين في السلك القضائي والشرطي ومركز الإحصاء المركزي ووزارة شؤون المرأة ومجموعة من المؤسسات التي تعنى بالمرأة الفلسطينية للإعلام منظور كبير في توعية المواطنين بالخدمات المقدمة وبموضوع كمان مكافحة العنف وبالتالي نحن شفنا من الضرورة أن نستهدف هذه الفئة فئة الإعلاميين لمساهمتها في إنهاء ظهرة العنف في المجتمع الفلسطيني وتم من خلال الورشة مناقشة الجهود المبذولة لمناهضة العنف على المستوى الإجرائي ومؤسسات المجتمع المدني وواجبات قطاع العدالة لمنع العنف وتقييم المحتوى الإعلامي في التغطية الصديقة لقضايا العنف وأوصل مشاركون إلى ضرورة اتخاذ خطوات وقرارات فعالة تعمل على تغيير واقع المرأة في فلسطين للأفضل لفضائية النجاح مرحل عبو